في عوامل يبدو أنها بتؤجد كمان التعصد في الوقت الحالي أنا ظنني أنه طبعا الجمهور مظلوم لأنه الجمهور هو متلقي الجريمة الكبرى عندنا هي الإعلام الرياضي باستثناءات قديرة الجريمة الكبرى هي الإعلام الرياضي طبعا مش الإعلام حبوما وداخله الرياضي لا لا الإعلام الرياضي تحديدا الإعلام المصري كله وإعلام العربية فيه مشكلة كبيرة متعلقة بالمحتوى والحرية وحاجات لكن الإعلام الرياضي تحديداً فيه مشكلة عميقة جداً تكاد تصل إلى حد إحداث فتنة متعمدة بمعنى الغالبية بالستثناء طبعاً فيه ناس محترمة جداً وكويسة لها كل التقدير والاحترام لكن المناخ الرئيسي بتاع الإعلام الرياضي في مصر هو إعلام مش بس متحيس هو الصحف المفروض ما يكونش متحيس الناطق اللي رسمه باسم الإهلاء أو زي ما كتحاس براحته لكن الصحف اللي بيشتغل فيه جورنان أو موقع أو فضائية هو بيقدم معلومات وكورة انتماؤه برا فيه واحد زي حسن مستكاوي لحد دلوقت بيخفي انتماؤه المين أنا عارف طبعاً انتماؤه المين بس في النهاية نفس السيد حسن مستكاوي ده ابن المدرسة العظيمة للإعلام الرياضي الرقي اللي عمل طمفامي عمر رمز للزمالك عمر حد قال إنه السيد فامي عمر بزرط من كل عملاقته دي أو حمد لطيف كابتن محمد كل طبعاً الأسباب الكبير المشكلة الحقيقة زي ما سيد زماني بتقول بالضبط الأعلام الرياضي فترة الأخيرة أصبح أعلام مشجعين تحس إنهم سواء في على التلفزيون أو في المواقع كانهم مسكين علم الأهلي أو الزمانك وبيجروا به وصدد القراء لو في قنوات خاصة قنوات يوتيوب وقنوات عادية لا بتغذي ده بحثاً عن تريند بحثاً عن فلوس يا أكرم الراجل بتاع العمل نفسه مدونة أو قناة يوتيوب عبر عن نفسه هو بيعبر عن نفسه فهو حر ما عندوش بدواني تسيوك يعني ما عندوش حد يحكم ما عندوش كون مهاني رغم إن القانون يحكمه لو أكتر من خمس سلاف يحكمه طبعاً لا في النقل أنا أتكلم على الصحفي اللي هو بيخاطب جمهين منظمة أو في موقع منظمة ومسؤول وفي حاجات جنبه اسمه الكتاب الإلكترونية غالبية الأندية المصرية لديها كتاب الإلكترونية محترفة وبيدفع لها فلوس منظمة عشان تعمل كلهم بالاستثناء الكتاب الإلكترونية دي أسوأ في بعضهم فاجة جداً وسافر وبعضهم مستتر وبيدفع هو مش بس كتاب الإلكترونية للنقل واللعيب والفلان واللعيب واللجنس الإدارة طبعاً طبعاً بس هو ويونفط وبردو الناس بتسأل دايماً يعني إزاي أنا هعمل كورة من غير ما يبقى فيه منافسة منافسة حاجة نافس كما تشاء يتحول لحرب طائفية حاجة تانية هو الانتماء التعصب حاجة كويسة لما يبقى رياضة للتنفيذ يعني آه موارد أنك أنت التعصب طبعاً على اعتبار أنه الطاقة السلبية اللي جواك أو تطلحها في الكورة يعني إنما تحول التعصب إلى نوع من أنواع التنمر والانتقاص والآخر والعدوانية والعدوان السلمي وكمان بقى على طريقة الألترس والعدوان البدني لا 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 احنا برضو مش استسلاب أمان لكن وساة أصل الاجتماعي مواقع الإعلام الرياضي أنا رأيي أنه صاحب هذه الجريمة الكبرى لأنه ما طول عمرنا ما حصل الثلاثة بنتكلم هو عبر 35 سنة شغلانة في المهنة دي عمرك شفت أنت مستوى من حضار المكلم على الإعلام يجدع وساة أصل الاجتماعي الرياضي إلى هذا الحد هل شفت مشج يعني راجل بيبقى مدير تحرير موقع أو رئيس تحرير موقع أو كاتف في موقع يطلع يتكلم كمشجع ويعمل لك أصداف حسابي القص طبعا لا يعني شيء يا أستاذ مريم أنا من حوالي ثلاثة أسابيع أيام أزمن شكبالا